العودة إلى المدارس عودة مهمة جداً ونحن نؤمن بها والتعليم الوجاهي مهم جداً ولتهيئة السلوك النفسي للطالب للعودة إلى ممارسة كل المناح الحياتية للطالب في المدرسة وفي نفس الوقت نريد من المواطن أن يشاركنا وأن نشاركه إنجاح هذه العملية الصعبة إنجاح هذه العملية الصعبة العودة إلى المدارس عملية صعبة هو اختراق صعب نريد أن نعبره بنجاح طبعاً كل الخطوات الأساسية عمليات صعبة نحن الآن مررنا بخطوتين أساسيتين مد ساعات الفتح من العشر إلى اتناش فتح يوم الجمعة والعودة إلى ممارسة جميع النشاطات كأي يوم آخر نحن نتجه إلى إجراءات أخرى غداً ثم نتجه إلى إجراء رئيسي آخر في سبعة اثنين أو ثمائين لهو فتح المدارس فبالتالي بدون مشاركة المواطن في تحمل المسؤولي المسؤولية والتي نقصد فيها هي مسؤوليتنا في الاشتراطات الصحية مسؤوليتنا في تسجيل للوقاحات مسؤوليتنا في استخدام الكمامة مسؤوليتنا في التباعد الجسدي هذه الأيقونات الأربعة هي التي ستعبر بنا بسلام إن شاء الله إلى فتح المدارس وفتح صفوف أخرى والانطلاق إلى الصيف القادم بكل ثقة إن شاء الله سؤالي الواحد ونصف المئة الارتفاع اللي شهدنا اليوم ممكن يرجعنا إذا ما استقر الوضع على خمسة ونصف المئة هل هذا يعني أنه إحنا وضعنا؟ سيدنا أريد أن أستبق الأحداث نحن لا نبني قراراتنا على يوم أو يوم ونصف أو يومين على الأقل أسبوع وهذا ما سيحصل في نهاية الأسبوع إن شاء الله ستحسم خيارات المدارس نهاية الأسبوع؟ طبعا ستحسم كثير من الأمور كما وعدنا الجمهور كما وعدنا المواطنين بأنه سيكون هناك إعادة لتقييم الوضع الوبائي ممكن نرجع لوراب واحد ونصف مئة ارتفاع؟ إن شاء الله لا إن شاء الله ما بنرجع لوراب إن شاء الله يصيدي بالتلتزام المواطنين يستقر الوضع يستقر الأرقام ونمضي قدما في قطواتنا إن شاء الله أنت متأمل أن يكون في استقرار بالالتزام؟ دائما عندي ثقة بالمواطن يعني ما هو إذا ما عنا ثقة بالمواطن يعني هكما قضية أخرى لدي ثقة بالمواطن بأنه يقدر مصلحة أبنائه بناته الطلاب والطالبات يقدر مصلحة أبوه أمه وخالته وجدته يعني نحن مجتمع متكافل مجتمع متضامن مجتمع يحب الغير فبالتالي نعم أنا لدي تفاعل بالمواطن الأردن إن شاء الله طيب ومصير المدارس والجامعات سيُعاد التقييم في نهاية الأسبوع سيُعاد التقييم في نهاية الأسبوع ودفع كل الدفع باتجاه عودة المدارس لكن إذا ما كان الوضع الوبائي مستقر يا سيدي الوضع الوبائي يحكم صحة الطلاب في النهاية مهمة جدا والوضع الوبائي هو ما سيحكم وهذا ليس جديدا هذا ما وعدت به الحكومة والمواطنين عندما تم البدء بفتح القطاعات بس نحن طلعنا من الألف دكتور أعدّل كان من خلال أسبوعين أسبوع الماضي مرتين فقط طلعنا من الألف عن ألف يعني الأسبوع الماضي كان عدد الحالات يعني ذاكرة لتخونا 6200 soki واللي قبل전 6060 760 أسبوع اللي قبله كان في فرق زيادة في الأسبوع الماضي في الأعداد لكن النسبة المياوية كانت أفضل النسبة المياوية يعني أكثر دقة في الحكم على الوضع الوبائي لكن هناك مواشرات أخرى أيضا ننظر إليها نحن نسب الدخول إلى المستشفيات نسب الإشغالات نسب الحالات المثبتة في أمور أكثر من عامة لازمنا في حالة الإطمئنان في هذا الجانب لازمنا في حالة حذر وحذر شديد